ألف مبروك للأهلوية التأهل للمباراة النهائية في كاس مصر الأهلي وبيراميدز في النهائي لكن الأحلى والأجمل والأطعم من التأهل للمباراة النهائية هو الأهلي مبارح الأهلي مبارح لقدم حقيقة كرة ممتعة كرة كنا بنتكلم عليها وكنا مستنينها وكنا شايفين فرقتنا قادرة تقدمها في مباراة رائعة قدام سموحة كان كل اللي عيبت النادي الأهلي وقابلهم الحقيقة لازم نشيد بمستر كولر في مناسبة يستحق فيها الحقيقة أن نهنيه بما أنه وفيش حد بيهنيه ولا بيبارك وانا لايه كلام في النقطة دي لكن في الحقيقة مبارح الأهلي كان أكتر من رائح النجوم كلهم تقلقوا ومش عايز أنسى حد يمكن الجماهير فرحانة قوي بمحمود عبد المنم كهربا عودة بعد غياب بصراحة محدش كان مستني منه ويبقى جاهز بالشكل ده مبارح عامل أسستين ولا أروع ومسجل هدف وباين أنه يعني مش بعيد أنا عايز أقول لكهربا بس يعني وانا كهربا من العيبة اللي بتبران عليهم بشكل كبير جدا أنا مش عايز مطش مبارح ولا الإشادة الكبيرة ولا حالة الاحتفال من جماهير النادي الأهلي بكهربا تنسيك أنك أنت عندك شغل كتير ولسه كهربا اللي احنا عارفينه واللي مستنيينه منه أكتر بكتير جدا من اللي ظهر في مبارات مبارح هاني يا جماعة هاني قصة وحكاية ورواية ما شاء الله هاني بيستعيد مستوى وبيقدم هاني اللي احنا عارفينه ومستنيينه وشوفنا قبل كده أنا في وجهة نظر الشخصية هاني هو النجم الأهلي الأول في مبارات مبارح طبعا كهربا باللقطتين أو الثلاث لقطات اللي ظهر فيهم أحرز وسجل وعمل هدفين واحد لحمدي فاتحي واحد لعبدالقادر هو طبعا نجم المشهد لكن الحقيقة أنا لازم أدي هاني حقه هاني اللي تحمل ضغوط كبيرة جدا واللي حولها الحقيقة لدوافع كبيرة جدا ظهرت بشكل كبير جدا في التطور المستوى مش مطش سموحة الحقيقة هاني بقى له أكتر من مبارا نادي الأهلي كيرفو ما شاء الله طالع وعالي وتحدي كبير جدا لخالد عبدالفتاح وتحدي أكبر من بعده لأكرم توفيه بعد عودته لكن الثلاث أسماء يطمنوك على المركز ده في الملعب حسين الشحات الأسست بتاع حسين الشحات التالت هو أجمل أسست وأجمل لقطة الأهلي في المباراة وخليني أقول للشحات اللي يعمل الأسست ده يعمل معجزات اللي يستقبل ويرقص ويصلح بالشكل ده نستنى منه في كل مباراة كتير قوي لعيب كبير يا جماعة مفيش شك لكن الأهم من ده يا حسين أنه ان شاء الله بإذن الله تحافظ على الفرمة دي ونشوف كل مباراة للنادي الأهلي دور مهم وكبير زي اللي قدمته في مباراة مباراة واحد من أهم وأبرز اللي يبقى ربيعة متولي أنا الشنوية ممكن أقوله بس الشنوية لم يختبر يعني حتى ضربة الجزاء وأنا ليه وقفة مع ضربة الجزاء لتحسبت لأنها كانت ممكن تبقى مشكلة كبيرة شكرا